السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروات تقدر تحضر النموذج اللغوي الخاص بك عندك على الكمبيوتر بتاعك. وانت تقدر تستخدمه بشكل مطلق ما فيش حدود ليه ما فيش مصاريف عليه. وحتى ممكن تعملوك سيرفر بيخدم الموقع بتاعك لو واحد عنده سؤال ليه بدأ ان هو يتكوم معاه. كل ده مجانا تماما. وحتى ممكن تشغل عليه من غير ما يكون في نت هتستطابه عندك. زي ما تشايف تقدر استطاب على الويندوز ومكينتوش ولينكس. بدون اي مشاكل خالص. تقدر تحمل اي لسخة فيهم ويبدأ ان هو يتشغل معك بشكل قوي جدا. وتقدر ان انت تخصصه. وتقدر ان انت تقول له ارتبط هنا اني مساعد فيهم اللي انت عايز تشغل به في اكتر من واحد. كل واحد يوم تقدر ان انت تتحمله عادي. تقريبا متوسط بحضوث التاجية. تمام? لكن هيبقى موجود عندك كل الداتا وكل التعاملات على الجهاز بتاعك. وطبعا مفتوح. مثلا مش هيقول لك مثلا انت لك عشرين مرر في الشهر او حاجزة كده. لأ مفتوح معك بدون اي مشاكل خالص. ودي طريقة التصيب بتاعته. طريقة التصيب بتاعته سهلة جدا. ما فيهش اي مشاكل خالص. تمام? من انت تقدر سلطة باستنشل كمان عليه. وهنا الابي اي. لما انت عايز تربط موقعك به. ليه الشكل بتاعه هنا. تقدر كل محادثة تديها اسم عاين. زي ما احنا كنا نتكلم مع عشارات جيوتي عادي. وهنا تختار الموديل اللي انت عايز تتكلم معاه. فالتجربة جابيلة جدا وروعة واوال حاجات ده كلها. طب ايه العيوب? العيوب اولا هو معتمد على الجهاز بتاعك. فالجهاز بتاعك غالبا مش سيرفر غالي بملايين. فهتلاقي بياخد وقت شوية او يعني لما يشتغل بيبطأ الجهاز بتاعك لانه يحاول يسحب كل الامكانيات اللي موجودة. طبعا محتاج بساحة حلوة على الجهاز بتاعك. هيكون في بطء شوية. تمام? لكن في المجمل انت ممكن بعد كده تخصصه لك انت بقى تقدر تديه مجموعة معين مثلا انت مهتم بمجال مثلا الانشيولوجيا تبدأ تغذيب بمجال الانشيولوجيا ويبدأ ان هو يتفاهم كل الحياة اللي انت عايزها. ممكن في بحث دكتوراه عندك او ماجستير تبدأ ان انت تستطبه. وتبدأ بقى تخليها تعمل مع الملفات. تبدأ تعمل شات معها. يساعدك في كل حاجة. هتبقى تجربة ان شاء الله تعجبكم. الميزة نهاية open source. ويبدأ